أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن قيامه على مدار شهر ديسمبر وبشكل يومي بتنفيذ العديد من الفعاليات المكثفة والمتنوعة تحت شعار قطار الخير لصالح أهالي محافظات صعيد مصر وفي بيان له أشار التحالف إلى أن فعاليات قطار الخير لأهالي الصعيد بدأت من خلال إطلاق قفلتين موسعتين بمحافظة قداء تم خلالهما تقديم مختلف الخدمات الطبية والتنموية والتوعوية والترفيهية لأكثر من 20 ألف مواطن فضلا عن إعادة أعمار 30 منزلا في قرية الفارسية بمركز إسنا بمحافظة الأقصر حيث يأتي تلك الجهود تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة بدل أقصى الجهود للارتقاء بصعيد مصر